أود باسم رئيس جمهورية الكونغو السيد دوني ساسونغيسو وباسم الوزير الأول الذي كلفني بهذه المهمة الهامة والذاني أصر عليها بحكم الصداقة العريقة والمتينة والتاريخية التي تجمع بلدين أود شكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لما أظهره لنا من حسن الاستقبال خلال هذه الزيارة وهو ما يسمح لنا بترجمة هذه الإرادات المشتركة في المجال الاستراتيجي والحيوي للغاز والبترول وهذا لنوعية العلاقات السياسية والديبلوماسية والثقافية التي تجمع بلدين وكل هذه العوامل تقودنا إلى تحقيق تعاون قوي في مجال الطاقة خاصة في البترول والغاز على مستوى الوزارتين وكذا على مستوى الشركتين الوطنيتين للطاقة خاصة وأن شركة سوناتراك تعد مرجعا على المستوى الإفريقي والعالمي في مجال الطاقة وسنعمل على تطوير الشراكة بين سوناتراك وشركتنا الفتية في مجال المحروقات حيث ننتظر الدعم من شركتكم التي تتمتع بخبرة كبيرة خاصة في مجال صناعة الغاز والذي تتحكم فيه سوناتراك نود أن نمد جسور التعاون الطاقوي بين الجزائر وبرازافيل والذي نفتح من خلاله آفاقا واعدة للشراكة بين البلدين وفي إفريقيا سنعمل سويا على تطوير التجارة الإفريقية البينية هناك سديكاف التي تعمل على تطوير التجارة بين الدول الإفريقية مما يستدعي إعطاءها دعما أكبر خاصة من قبل الدول المنتجة للطاقة وبالنسبة للبعد الجيوسياسي والدولي أقول إنه لا بد على إفريقيا أن تكون قوية وموحدة تتكلم بصوت واحد لبناء استراتيجية خاصة بإفريقيا لمواكبة التحولات الطاقوية مقابلتي مع السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كانت ثرية جدا حيث استمعت لمعطيات هامة خاصة ببلدين وإفريقيا وهو ما سأنقله بآمانة للرئيس الكنغولي السيد ساسو نجيسو الذي تربطه بالجزائر علاقة وطيدة خاصة وأن له ذكريات جميلة بها حيث تابع تكوينا عسكريا وسنعمل بكل جدية وبسرعة من أجل مصلحة بلدينا